الصحة المستدامة صونيتا ناضر أرحب بكم مشاهدينا ومستمعينا لأنه اليوم الحلقة مصورة على الفيسبوك لايف وأيضا على قناة اليوتيوب سترونها ولكن تستطيعون مشاهدتها مباشرة على الفيسبوك لايف أهلا وسهلا فيك دكتورة مهى هنا في ستوديو البث المباشر في منطقة الدولية موضوع اخترناه لك خصيصا دكتورة مهى شابي حموية الاختصاصية في طب الأطفال ورئيسة الأطباء لرعاية الطفولة والأمومة في باريس اخترنا هذا الموضوع كيف تساعد الأم طفلها على التمييز بينها وبين المربية مع ظاهرة ترك بعض الأمهات لن نضع كل الأمهات في نفس السلة بعض الأمهات لأطفالهن بين أيدي مربيات وخدمات المنازل حقيقة هلأ الموضوع هيدا سونيتا وانتي عتتينيا يعني هو هلأ بضبن أنا عملي كرئيسة أطباء لرعاية الطفولة والأمومة وعندي شيء تاني من عملي هو أعطاء تراخيص للمربيات بباريزة يعني هذا من ضبن عملي حقيقة أنا رحم بالي يعني أنت التي تستطيعين أن تحكمي على هذا الموضوع أكثر من غيرك صحيح بس أنا حقيقة رحم بالي تماما هلأ بيسلي أنا فترة طويلة تعيشين هنا منذ أكثر من ثلاثين عاما تماما أنه أنا الفترة هذه كلها ما بعرف كيف كان الأوضاع أنه هلأ حاليا ببلادنا العربية أنا كان خاطر لي أنه من قديم كانت الاحتمالات أنه الطفل لوقت الأم إذا عاملة وبدأ ترجع على شغلة أنه لأما هو الأقارب هني اللي بيقوموا بمساعدة الأم بتربية الطفل طبعا الجد 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 الخالة تماما لأما هناك في حضانات كان في حضانات حقيقة رحم بالي تماما شغلة أنه صار فيه كتير من العمالة الأجنبية الآسيوية أو غيرة حقيقة وانتذكرتيني قلت بالفعل معناته هذا موضوع جدا مهم ولازم نضطرق عليه طبعا هناك عدة دراسات دكتور مهد تحدثت عن الموضوع دراسة خليجية حديثة قالت أنه تأثير الخدم في الإناث من الأطفال لا يقتصر على اللغة فقط ولكن أيضا ثبت أن الطفلة قد تصبح خجولة قليلة الكلام تحب الهدوء كثرة النفو من الكبار سنعرف أكثر عن هذا الموضوع معك ولكن الآن سننتقل إلى دراسة اليوم دراسة حديثة جدا تقول حنان الأم يزيد من معدل ذكاء الأطفال ويرفع من قدرتهم على التعلم أكدت دراسة حديثة أن حنان الأم أهم ما يود الطفل أهم ما يود الطفل الحصول عليه فهو يعد بمثابة طوق نجاة للطفل يخلصه من كل مخاوفه هو الأمان الذي يحميه حتى يكبر وبينت الدراسات أن حنان الأم يعمل على تطوير دماغ الطفل وزيادة معدلات الذكاء لديه وزيادة القدرة على التعليم وكذلك التخفيف من ضغوط الحياة التي قد تواجهه صغيرا والتعامل معها وأظهرت نتائج الدراسة التي تهدف إلى رصد النمو العقلي لدى الأطفال أن الأطفال الذين يحضون بعطف وحنان أمهاتهم في المنزل تتطور أدمغتهم بدرجة كبيرة وهو ما لا يحدث مع الأطفال الذين حرموا من عطف وحنان أمهاتهم هذا ولا تتوقف إنعكاسات حنان الأم على طفلها وعلى تطوير نمو دماغه وزيادة معدلات الذكاء لديه بل تمتد لتشمل تمتع الطفل في المستقبل بحياة مستقرة وقالت اختصاصية علم نفس الأطفال جوان لوبي التي سبق وعملت على دراسة أخرى في الصدد نفسه أن الأبحاث السابقة أغفلت أهمية شعور الطفل بالعطف والحنان في السنوات الأولى من عمره موضحة أن الضرر الذي يحدث لدماغ الطفل جراء حرمانه من العطف والحنان لا يمكن تعويضه في السنوات اللاحقة من عمره حتى وأن تغيرت طريقة الأهل في التربية الصحة المستدامة صوني التناظر عذراً يمكن استوديو مونتكار لو عمل لك شوي تحسسي عنا ربما تربة محسسة أمدان إذن هذه الدراسة الحديثة هي دراسة غربية حتى الدراسات الغربية تؤكد أنه حنان الأم لا يعمل فقط على تطوير ذكاء ودماغ الطفل وزيادة قدرته على التعليم بل أيضاً قد يحدد ما سيعيشه في المستقبل كبالغ ويعني الحرمان في الصغر لا يمكن من تعويضه حتى ولو فيما بعد قالت الأم ربما لقد فتتني سنوات مع طفلي سأستفيد منه وهو مراهق إذن هذه السنوات لا يمكن تعويضها ماذا من الممكن أن تقولي لنا دكتور رامح هل أنا موافقة مية بالمية الفترة الأولى بحياة الطفل بتعرفي هي الثلاث سنوات الأولى حتى ممكن نقول أنه سنة الأولى حتى من عمر الطفل مهمة جداً مهمة جداً لأنه هون بيتشكل بيتكون كل شيء الذكريات عن والدي الصوت ريحتهم بتعرفي أنه البيبي بالبداية هو ريحة الأم يعني ما في ما في أي تصرف ولا فيها بس ريحة الأم وقتها بتضموه على صدره وقتها مثلاً بتعطيه حتى البيبروني أو الإرضاعة هاي دي كلاياتها بتخلي بتلعب دور ما بس أنا واثقة مية بالمية بشخصيته بيعنده ثقة أكتر بنفسه وفيما بعد الطفل بيكون عنده ثقة وشابة آخذ كمية كبيرة من الحنان والعطف هيدا بيكون في المستقبل بالفعل كمان الشخص بالغ متوازن عنده ثقة بنفسه عنده ثقة بحياته وبعتقد يعني بيكون رجل ناجح أو إمرأة ناجحة بحياتهم يعني المهم جداً وأنه نحن نعوض الزمن اللي فات وأنه نقول يعني نحن غلطنا كتير كانت لفترة هاي دي أهم فترة عند الطفل أنه هلأ لأ بدي عوضها ممكن ما في شي ممكن نقول لا راح الوقت فات الوقت مية بالمية بس لو عوضناها ما حتكون نفس النوعية أو نفس الكاليتة يعني ما حتكون نفس النوعية أو نفس الجودة وحتى نفس التأثير نفس التأثير حقيقة مشان هيك يعني هاي دي نصيحة وقت أنا بقول أنه دايماً حنان الأم ولا زراعين الأم ولا حتى لمسة ولا القبلة السحرية وقت تكون الطفل متقلب كل هاي دي نفسية يعني وقت تكون الطفل عمره ساني وقت بيجي بيليك أنه موجوع والأم بتعمله بوسع على إيده ولا على جبينه ولا هيدا وخلص أنه راح الوجع وراح هيدا من الممكن أن تشفيه حقيقة لأنه هذا هو شق نفسي المهم جدا بتطور الطفل نعم دكتورة ماها نحن على الفيسبوك لايف لدينا الكثير من الأشخاص الذين يتبعوننا اليوم يرسلون لك بأطيب التحيات شكراً لكم تحيات إلى الجميع على هذا التفاعل على اللايك على القلوب التي ترسلونها لنا سعداء جداً بها أذكر بأرقام الهواتف إذا أردتم التحدث مع دكتورة ماها شابي حموي بالنسبة لموضوع اليوم أو إذا أردتم طرح أسئلة حول مواضيع أخرى متعلقة باختصاصها طب الأطفال هذا هو رقم التواصل مع دكتورة ماها من خلال الهاتف اتصلوا بكاتيا سعد منذ الآن اتركوا أرقام هواتفكم ونحن سنعاود الاتصال بكم كاتيا ستعاود الاتصال بكم نحن سنتكلم معكم بانتظار بانتظار إذن 0033969323314 تستطيعون كتابة الأسئلة الخطية إذن على رقم الواتس أب التالي 0033607294972 كما على صفحة الفيسبوك صحة المستدامة وعلى الفيسبوك لايف أيضا تستطيعون وضع الأسئلة إذن دكتورة ماها نعود إلى موضوع اليوم كما ذكرنا هناك مربيات وخدمات المنازل اليوم في العالم العربي اللواتي يشوهن الأطفال نفسيا قرأت أنت دراسات طبعا يا تورا كيف من الممكن الأم التي تضطر للذهاب إلى العمل لأنه اليوم الوضع الاقتصادي في معظم البلدان هو نفسهم مستدعي أنه الوالدين يعمل نعم كيف من الممكن أن تحمي الأم طفلها عند عودتها من العمل وتعطيها الحنان للتعويض عن الحنان الذي فقده وربما عن معاملة ليست جيدة لم نقول سيئة لأنه أيضا كل المربيات لسنا مختلفات بالمعاملة مع الطفل هناك من هو حنون كما في الحياة يعني كأي إنسان إذن كيف على الأم أن تتعامل مع طفلها بعد العودة إلى المنزل إلى المنزل هلا حقيقة شغلة كتير كتير مهمة نحن يعني أنه صار مثل ما تفضلتي أنه الحياة بتستلزم أنه كلا الأبوين يعمل لحتى طبعا يأمنوا حياة مريحة للأطفال ما بعرف كيف نحن بوطننا العربي كيف في إجازة أمم أكيد أكيد ليست هناك من قوانين تحدد إذا كانت أنا أعتقد أنه يحولون موظفات المنزل التي اهتممنا إلى مربيات طبعا يعني هلأ يعني هلأ نحن في أنا أعطيكي مثال شوي هون يلي عم يجري بفرنسا بفرنسا طبعا الوضع هو نفسه بأي بلد تاني لأنه الأم ترجع للعمل إجازة الأممية حتى يصير عمر الطفل شهرين ونص تماما وبعدين هي مسؤولة مفروض أنها ترجع للعمل ما بعرف نحن عنا شو هن بأي عمر الأم ممكن ترجع للعمل بالبلاد العربية هون النظام نفترض أنه عادت بعد ثلاثة أشهر لتكلفه لأحد يفضل يفضل على حتى نحن باختيار الشخص المناسب لأنه متما تفضلتي يلي صاير أنه ما رح ندور على المربية هي الخادمة اللي هي كانت للأعمال المنزلية يلي أخذها للأعمال المنزلية هي رح تكون تهتم بهيدا الطفل هذا هو الخطأ اللي عما يصير لأنه هالإنسان يلي هي عادة يعني عم تهتم فقط بالمنزل ولا كان بالكوي ولا بالغسيل ولا بالطبخ ما عنده أي أي قاعدة في تربية الطفل أو كيف تتعامل أو حتى اللغة حتى اللغة حتى اللغة لأنه للأسف أغلب المربيات أو العاملات أنا ما رح أقول أنه مربيات لأنه المربي لازم تكون إنسانة تحول دورة تحول دورة في العالم العربي من عاملة منزل إلى مربيات نعم نحن أعطيناها صفة بس هي الحقيقة وكلت إليها مهمة ربما أبدا ما أنا ملائمة يعني ما أنا ملائمة لأنه ما عنده أي اختصاص أو خبرة بهذا المضمار يعني يعني يجب أن نقول أنه في فرنسا على الأقل في أوروبا هناك دورات تدريبية تماما تماما لتأهيل وأعطاء الرخصة العمل كمربية نعم يعني أنا مثلا وحتى مع رخصة العمل هناك شكاوة في شكاوة تماما مع المراقبة الدائمة ودائما معروف هنا أنه أي مربية عند طفل في احتمال زيارات مفاجئة زيارات مفاجئة لنشوف الوضع لنشوفه ومع ذلك مثل ما تفضلتي منشوف في حوادث وفي شكاوي في إساءات للأطفال للأسف وفي أشياء للأسف ما منقدر نتدركها يعني من أحد الحالات أنه كان في طفل كان يعني صار عنده ارتجاج دماغ لأنه وقع من الكنبة وصار معه ارتجاج دماغ وهالشي هيدا نحن ما شفناه لأنه كان في كسر في الجمجمة طبعا ما صار أي حكي بالموضوع لحتى الثاني يوم الطفل كان بالكومة وقتفتشنا وعملنا لهيدا تبين أنه في كسر حتى الأهل كانوا خايفين أنه يعطوا اسمها للمربية لأنه كانوا موصفينها بشكل غير نظام غير شرعي غير شرعي يعني من هالشغلات للأسف نحن عنا ما عندهم أبدا أبدا أنه أولا ما عندهم جوز خيار يلي أنا شفته هلأ واللي ذكرته وبعد ما حكيتي الموضوع قلت مضبوط حتى الأمات في منهم ما بيشتغلوا ومع هيكي عندهم المربية هي اللي بتهتم بالطفل نعم من الألف إلى لي نعم صح تعلمنا العربي نعم هذا موجود وهناك أحصائيات هناك أحصائيات من بلد عربي أشارت أنه إطعام الطفل طبعا هناك 16.8% من مجمل عملها تربية الأطفال 16.4% من مجمل عملها المذاكرة للأطفال 2% وأكدت 73% من الخدمات مشاركتهن في الإشراف على تربية الأطفال بينما ذكرت 43% منهن أن الطفل ينام معهن دائما ما رأيكي؟ رأيي أنه خلص معنات استقالة الأم من وظيفتها كأم حتى الأب يعني هو حقيقة لتنين أنا ما رح أحكي بس هي الأم الوحيدة لأنه هن الأبوين يعني يلي أنا بنصحه بكل هالحالات هاي دي باعتبار الأم ما عندها حال تاني إلا أن هي ترجع للشغل لأنه مضطرين اللي عملها بس أنه إذا حتت هي بالاعتبار أنه هالخادمة هاي دي اللي هي موجودة عندها بدا تدفع لها راتب وبالتالي هي اللي حتكسبوا حتدفعوا للمربية أو للخادمة أو للعاملة المنزلية مشان هيك هلأ بنقول أنه معلش لأنه هي بالأصل حتتها موكلتها للبيت وبالإضافة أسندتها للطفل المهم بكل هالقصة أنه إذا الأم عندها مجال على الأقل أنه هي الصباح تكون مع ابنها أو يعني مع طفلة تحاول هي تعطي المبرونة هي طعمي هي تحكي هي تحاول تأثر فترة العمل يعني ترجع قبل بوقت عرفتي كيف مثلا تاخد يوم يعني فيه احتمالات أكيد أكيد يعني رب العمل رح يرحي فهم نحن ما رح نقل توقفي وتستقيل عن عملها بس على الأقل أنه تخلي يوم بالأسبوع هيدا يكون فقط لألا ولطفلها ولأطفالها يعني تتعامل معهم تروح معهم تحاكيهم يعني أن تعود أن تعود هذا النقص في الوقت معهم تماما بتمضية وقت جميل أكتر وقت نوعي نوعي عنده يعني مميز كيف نساعد الطفل كيف الأمنا الممكن أن تساعد طفلها على التمييز بينها في الأشهر الأولى بينها وبين المربية حقيقة الأشهر الأولى لأنه قلت لك دايما نحمل الطفل الطفل بتميز أنه ريحة أمه عجد يعرف يتعرف على رائحة الأم حتى عندما لا يرى حقيقة لأنه هلا بس الأطفال اللي بنحطهم بيجوا على الكريش بيجوا من شهر ونصف فينهم يدخلوا على الحضانة على الكريش يعني دايما بنطلب من الأم أن تجيب شغلة هو فولار أو أي قطعة لقلة لأنه بتحمل رائحة الأم وهي اللي بد تكون صلة الوصل بين المنزل وبين الحضانة يعني كتير كتير مهم أنه وقت بتحمل هي الطفل أما إذا هي دايما بترك الطفل حتى باللحظات اللي هي موجودة فيها بالمنزل أنه حتى الببروني أو أطعام الطفل يعني هالوقت اللي بتقطيع اللي هو دايئة أو دايئة تيم مع طفلها أما تعطيه الرضعة هذا بيأثر بالطفل وبتشبع برائحة أمه صوتها صوتها وقت بدا تحكيه وقت بدا تتوجهله بالكلام بيخليها أنه تأثر بطفلها ويضل الصوت رانين الصوت براسه ويتذكر أنه هيدي أمه طبعا إذا صار بعد كامل أنه الأم عبتغيب إياه فرضا بسبب عمل بيأخذ منه أن تسافر أن تروح هذا عم يأثر بالفعل سلبا سلبا جدا لأنه حتى الطفل عبيتعلم بيتعلم لغة منه لغته عبيأخذ تراث وحضارة هذا بالنسبة للأمهات لواتي عملنا ولكن كما ذكرتي هناك أمهات لا يعملنا في بلداننا العربية ويوكلنا الطفل إلى مربيا إلى شخص أنا بحملهم مسؤولية مية بالمية 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 لأنه صارت نوع من المفاخرة أنه أنا عندي مثلا إنسانة بالبيت هي بتهتم بالأطفال وهي بتاخدهم وهي بتجيبهم ومع الوقت الطفل حقيقة رح يوصل أنه ينادي لماما وينسى أمه هل قد يفقد أتقى بالبالغ؟ فيما بعد صدقيني أنه بتبقى أنا بشوفها الحالي لأنه حتى فيه إمهات بيتأثروا جدا لأنه ما عندها حال تاني وحطته عند حتى مربية أخصائية وأخذ ترخيص لأنه هيدا بتجي مرحلة لأنه بتطلع مثلا بتحطه الساعة سبعة فرضا عند المربية بترجع بتاخده الساعة سبعة المساء يعني وقت عشر ساعات وهو مع المربية يدوب وقت بيرجع على البيت أنه تعمله الرضعة وتعطي الحمام وخلاص الطفل صار في عنده تعلق أكتر هيدا بحال كانت المربية بالفعل جيدة جيدة نعم وتعطي الحنان وتعطي الحنان وهنا المشكلة النفسية تعاني منها الأم تعاني الأم هذا هو شقين بالفعل شق الأخر من المشكلة هذا رد نفسي للأم لأنه بيصير الولد حتى وقت الأم بتتروح لتجيبه أو تاخده من حدنا المربية بسيري لا يريد أن يدهم معي نعم وهذا بيؤدي لأضطراب بنفسية الأم وبالتالي بيخلق يعني فجوة وبعد بين الطفل نعم وأمه نعم وهيدا مع العمر بيزيد أكتر دكتورة مه حسب دراسة لكي نتحدث عن الأثار النفسية السلبية للأسف على الطفل عندما لا تهتم به الأم أو لا تربيه بشكل مباشر وإذا اضطرت طبعا كما ذكرت إذا اضطرت للذهاب إلى العمل من الممكن أن تعود كما ذكرت لنا عن هذا الوقت المفقود معه بوقت نوعي إذن هناك دراسة خليجية حديثة أكدت أن أبرز المشكلات النفسية التي يعاني منها الأطفال في الخليج بسبب وجود عاملة منزل أجنبية هي الميل للانطواء والعزلة والميول العدوانية والخمول والكسل لماذا؟ لماذا يشعر الطفل؟ هل هذه ردة فعل لكي تنتبه إليه الأم؟ هل هي مش ردة فعل لا أنا بقول منها ردة فعل هذه تشبع بطباعة لعملة المنزل لأن عاملة المنزل هي إنسانة جاية بحاجة للعمل عبتقبل بأي شرط كان لحتى تحافظها للعمل لأنه هي عندها ممة صدقيني ما عندها أي اختصاص ولا عندها أي شيء بهالمجال هذا هي هدفة واحد إنه هي جاية بتعمل لأنه هي كمان عندها عائلة وعندها أسرة وعما تحاول إنه مثلا تعمل عندها نوات لحتى ترجع لبلدها بهالحالة هي ما أنا مهتمة إذا كانت حكيت مع الطفل ما أنا مهتمة بأحاسيس وممكن تحطه كل نهار ليس بمقدورها أن تحطي الحنان الذي ليس لديها تماما يعني إذا مثلا أكتر الأوقات اللي يشوه ما يشوفونه بتحط الطفل قدام التلفزيون لدينا قصة هنا قصة مواطنة خليجية أمام المحكمة قالت إنها فجأت عند عودتها من العمل مبكرا على غير عادتها بوجود فوضى عارمة في المنزل وجدت ابنها البلغ من العمر ثلاث سنوات في غرفته عاريا تحت السرير درجة حرارة مكيف الغرفة منخفضة جدا ما طبعا سبب حساسية في الصدر لابنها فيما بعد يعني هايدي فيه شغلات كتير كتير لأما مثلا بدي تقصصه بتحطه بغرفة معتمة لأما بتحرمه من الأكل وهيدي الشغلات اللي نحن للأسف ما بنعرف إلا أنه وقت بدي ترجي لأملة تاخد طفلة بيكون كل شيء تمام وهذا الطفل لا يتكلم يجب أن نقول أن الطفل لا يستطيع أن يتحدث عن هذه الأمور كيف على الأم أن تلاحظ ذلك؟ أي تغير بي ولو كان حتى بي 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 مثلا بتشوفي أنه عادة وقت بيشوف أمه بيكون مبتهج بيكون مبسوط وقت بتجي لتعطيب يأكل أي مثلا طفل بيبيع عمره 6-7 شهر فيه نقص بالشهية شفنا أنه ما بقعم يأكل مثل الأول بكاء ما طبيعي بس يتغير شخص أو وجه يشوفه جديد ممكن يكون يدخل بنوبة بكاء فظيعة لأنه عنده خوف من هالشخص الغريب اللي هو ما بيعرفه يعني هاي العلامات اللي ممكن تلفط نظر الأهل أي تغير بتصرفات الطفل نعم حتى الشق النفسي ممكن يؤدي كمان لأضطرابات فيزيولوجية يعني فيزيولوجية ممكن أن يصاب بأمراض عضوية عضوية ممكن يصير في كتير شفنا من الأطفال شفت يعني عمرون يعني هنا أكبر شوي يلي بثلاث سنوات أو حتى سنتين يلي منقلهم نحن الأنوريكسي في دي الشهية والقمى نحن يلي بيقولوا عنه الكلمة الطبية أنوريكسي طفل توقف عن الطعام تماما أضرب أضرب عن الطعام حقيقة يلي صار يلي صار أنه كانت مثلاً عما تجبره بعنف ليأكل ومثلاً أو أكلة منا منيحة أو هاته عمل عنده ردة فعال صار توقف عن الأكل نهائياً في أمراض هاي طبعاً غير مثل ما بيقولوا الاختلاطات النفسية يلي بدا تبقى أو يلي بدي تبقى لزمان كمير طبعاً ما لنزم ننسى الاعتداءات 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 على الطفل نعم الإساءات الإساءات التعذيب حتى الجسدي يعني الطفل مثلاً في مرة حقيقة أنا عندي هذه قصة شفت يعني ما صلص يمكن سنتين أب هو كان عبي شك أنه في شي كان حاطين موظفة عندهم بالبيت بس ما كانت نظامية بس شافوا أنه تغير فيما عملت الطفل الطفل بيضل نايم لأنه النوم هو نوع من الهرب طبعاً حتى عند البالغ حتى عند البالغ عن جد نوع من الهي شاف أنه ما طبيعي عادة كان ما بعرف إذا كانت بنت أوصبي يعني الطفلة أنه ما ما قالهم بالعادة هيك صار في حتى بالويك أند الطفل مثل نوع من الهروب نعم غايد فقد شهية كامل نقص بالوزن عند الطفل ما في أي أعراض كل الفحوصات اللي عملوها الطبية ما في أي شي صاروا يشكوا أنه بمعاملة اللايدا حطوا كاميرات باللايدا في المنزل وشافوا أنه كيف كانت عبتتعامل بطريقة نوع بتحبسه للطفل لحاله عما تطفي الضو بتتركه بالغرفة لحاله أنه بتخوفه بتقوله ما بصير تحكير لما بتحطه قدام التلفزيون وما بصير يتحرك بتحط له الأكل إذا أي شي يعني كب معه أو شي كانت تتعنفه مشان هيك الطفل صار عنده رفض كامل يعني هاي دي هي الأعراض يلي ممكن تلفط نظر الأم الأهل نعم إذن بما أنه عنواننا الحلقة كيف تساعد الأم طفلها على التمييز بينها وبين المربية هل يجب كسؤال أغير هل يجب على الأم أن تفرح عندما تأتي لترى ابنها بعد يوم من العمل هل يجب أن تفرح عندما يفرح لرؤيتها لأنه معناتها أنه هو منتظر هل هذا يعني أنه أمضى نعار سيء مع المربية أم العكس كيف يجب على الأم أن تأخذ ذلك حقيقة لكي في شغلتين لا ما لازم هي تخاف يلي أهم الشي أنه يكون أكيد سعيد بأنه إيجيت بس ما ضرور أنه يكون ما أنه سعيد معي لأنه الطفل عنده يعني قادر يفرق بين المعاملة مع المربية والمعاملة مع أهله حتى في الشغلات بيسوية مع المربية وما بيسوية مع أهله يعني بتجي المربية بتقولك لا الأم بتقوله بيعزبني ما بيأكل ما هيدا أبدا ما بيحبوا له هالنوع بينما بتجي بتقولك المربية ما في عندي أيام مشكلة أنا حضيت له وأكل يعني معناته قادر يفرق بينه هاي دي أمو وهاي دي المربية وعندما لا يستطيع التمييز يكون ذلك من خطأ الأم من خطأ الأم لأنه لازم لا حقيقة لأنه لازم أول شي تشرح له ولو حتى عمره شهر وعم تعطي المربية تشرح له أنه أنا أنا ريحة لأشتغل وراجع وراجع أنا رح أرجع المسا وتفهموا أنه لم أتخلى عنك تماما حتى ما يحس هذا عبارة عن انسلاح كامل لأنه كل يوم لازم تشرح له هيدا الموضوع وحتى إذا تأخرت لازم تقوله أنه أنا ممكن اليوم أتأخر ممكن هيدا باعتقد هالشي هذا يمكن الأهل بيستسخفون معقولة طيب معبره شهرين شو بده يفهم يعني بس صدقيني أنه هالنوع من الكومينيكاسيون أو التواصل ممكن كتير كتير يبقى راسخ بنفسية الطفل وفيما بعد ما مثل ما بيقولوا ما يعتب على أهله أنه لا ماما أنا كنت عارت تشرح له كانت مضطرة أنه تروح تشتغل مضطرة أنه هيدا وبعدين وقت تجي تأخده أنه تكون مبسوطة بس بالمقابل ما أنه لأنه هي تحس بالزنب الفوزية وبعدين كل شي بده يعمله مقبول ومفتوح وأوكي يعني خلاص لأنه هيدا اللي عم يسير هيدا اللي عم يسير هيدا الشغلة الثانية الغلط الثاني اللي بيرتكبوه الأهل أنه طيب أنا كل نهار مني شايفته بقى هو بيجي خلاص يعني كله مفتوح مثل ما بده بياكل مثل ما بده بينام مثل ما بده بيعمل لا ما في أبدا أبدا داعي لأنه نحن نترك له الحبل على الجارة كم هي جميلة مهمة الأم يعني معادلة يجب أن تكون متوازنة شكرا جزيلا دكتورة مها شابي حموي على كل هذه المعلومات الهم والمفيدة لمستمعينا خاصة اليوم لأمهاتنا وللأباء أيضا الأباء أبدا نحن نغفل دورهم نتير مهم جدا دكتور مها أذكر أنك اختصاصية في طب الأطفال ورئيسة الأطباء لرعاية الطفولة والأمومة في باريس وضواحيها كان موضوع اليوم كيف تساعد الأم طفلها على التمييز بينها وبين المربية وأنت أعطيتنا كل المعلومات وأعطيتنا المفاتيح للأم لكي تساعد ابنها على تقدير الوقت الذي ينضيه مع وليدته مع أمه إذن أذكر بأرقام الهواتف إذا ردتم التواصل مع الدكتورة مها شابي حموي هذا هو الرقم 003396932 3314 شكرا مسبقا كاتيا 00336072 294972 هذا هو رقم الواتس أب لكتابة الأسئلة لإرسال الأسئلة الخطية وكذلك هناك صفحة الفيسبوك الصحة المستدامة والفيسبوك لايف تستطيعون أيضا وضع الأسئلة هناك أسئلة وصلت على الفيسبوك لايف رأيتها إذن داويد اختار لنا محطة غنائية سنسمع إليها ومن ثم سنعود إليكم جميعا وإليك دكتورة مها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر